موسيقى للقطاع الطبي لمؤسسة حياة كريمة دور كبير جدا بي اوم بي عشان كده تم توقيع بروتوكول ثلاثي بين مؤسسة حياة كريمة وهيئة الشراء الموحد والامداد والتموين الطبي وشركة فيزر مصر لتوفير احدث العلاجات المبتكرة للمواطنين الاكثر احتياجا خاصة القرى البعيدة ركزين على الوصول للمستحقين خاصة مرضى الاوران وبساعدنا فداء مكاتبنا الميدانية اللي موجودة في كل منتفضات مصر عشان نوصل للناس اللي مش قادرين يروف المستشفى ونقدر احنا نفوتهم ونبدأ رحلة العلاج معهم الهدف من الاتفاقية هو طبعا ان احنا يكون عندنا احدث العلاجات متوفرة للكرة اللي هي تبقى تحت طبعا قيادة مؤسسة حياة كريمة تحت اشراف اليوبيع في عندنا جزئين مهمين جدا بالنسبة لفايزر مصر الجزء الاولاني هو طبعا التوعية الجزء الثاني هو طبعا دلوقتي توفير احدث العلاجات من خلال اليوبيع بتعامل مع مؤسسة حياة كريمة الهدف من البروتوكول هو التركيز على الوصول لكل المرضى من خلال مقرات حياة كريمة الميدانية في كل المحافظات عشان يتم توعيتهم وتوفير احدث العلاجات والادوية المبتكرة وتقديم كل الخدمات الطبية ليهم من خلال عدة وسائل طبية مختلفة بتقوم بها مؤسسة حياة كريمة مع المستشفيات الحكومية وجميع الوحدات الصحية التابعة لكل القرى الاكثر استحقاقا نبتدي ننفذ الخطة لان احنا ما عملناش البروتوكول وبعد كده هنعمل الخطة للصطة اتعملت الاول طبعا ما بين كافة الجهات سواء هيتشرال موحد وشركة فايزر قعدنا في اجتماعات نقشنا عملنا الخطة والاستراتيجية طبعا المريض ما بيتحملش اي تكلفة ومن خلال حياة كريمة بتتبع مع المريض لو ان شاء الله يعني ربنا يعيش في مرضانا كلهم احتاج العلاج ان احنا بنوفره من خلال شركة فايزر وبالتعاون مع البروتوكول حياة كريمة بتتعاون مع الشركة الموحدة وشرطة فايزر بنوفر للمريض الكرسي بتاع العلاج بتاعه لازالت حياة كريمة مستمرة في تقديم دورها القوي لدعم كل الاهالي الاكثر احتياجا عشان يوصلوا لاعداد كبيرة من المرضى لتقديم الرعاية الصحية الطبية المتكملة ليهم وبكده هينقلوهم لبر امن خالي من اي امراض اشتركوا في القناة